موسيقى تعريفاً بعلم الموارثات الغذائية والتغذية الشخصية العلاقة المتبادلة بين موارثاتك واختياراتك الغذائية هل تؤثر موارثاتنا على عاداتنا الغذائية؟ أم أن الأنظمة الغذائية المتبعة ستترك أثراً على موارثاتنا؟ ولماذا يستجيب شخص دون آخر لحمية غذائية معينة؟ ما هو سبب ظهور منتجات غذائية مطورة بشكل مستمر؟ وهل هي مناسبة للجميع؟ التفاصيل في المقال الثالث تفاعل النظام الغذائي والموارثات تعتبر الأنظمة الغذائية واحدة من أكثر العوامل البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان تأثيرات طويلة الأمد لذلك وجد فرعاً جديداً نسبياً يسمى علم الوراثة التغذوية نيترو جايناكس الذي يوضح كيف يمكن للموارثات الشخصية أن تؤثر على التفاعلات بين النظام الغذائي وصحة الجسم وأن تهيئ الجسم أيضاً لحساسية نظام غذائياً ما بينما يتساءل علم الموارثات الغذائية النيترو جايناكس كيف يمكن للغذاء نفسه أن يؤثر على تعبير الموارثات عن نفسها لقد بني علم الموارثات الغذائية على ثلاث أسس وراثية هي النسخ البراثي وبناء البروتينات والاستقلاب وتعتبر هذه الأسس شروطاً أساسية لحيوية النظام الغذائي للجسم ولفهم العلاقة بين مكونات النظام الغذائي من جهة والخلايا والأعضاء وكامل الجسم من جهة أخرى من الطبيعي جداً أن يختلف البشر في مظهرهم الخارجي لكن هذا الاختلاف الخارجي يعكس بالضرورة اختلافاً داخلياً ورافياً حيث أظهرت الكثير من الدراسات أن البشر مختلفون بمجالاً عريضاً وكبيراً من الناحية البيولوجية وهذا الاختلاف يعود إلى أسباب متنوعة منها الجانب الوراثي الكروموزومي وأبرز مثالاً عليه اختلاف الذكر عن الأنثى بسبب الاختلاف في كروموزوم واحداً فقط أو بسبب مجموعة من الموارثات كما في بعض الحالات المرضية مثلاً قد يكون الاختلاف ناتجاً عن العمر والمرحلة الحياتية كالحملة والرضاعة أو الطفولة على سبيل المثال يؤثر الاختلاف الوراثي على عاداتنا الغذائية ويمكن أن يحدد تأثير الغذاء على أجسامنا ويغير من استجابتنا لمكونات النظام الغذائي التي تتفاوت حسب المرحلة العمرية ونمط الحياة والحالة الفردية حيث كثرت في الأوينة الأخيرة الأمثلة على استفادة أحدها دون الآخر من حمية غذائية تعالج البدانة مثلاً عامل آخر مؤثر في المظاهر الغذائية الشخصية هو نمط الحياة إن الجانب الأكثر حساسية والذي يؤثر في بيئة الأفراد ومظاهرهم الغذائية هو الاختيارات المتوفرة من الطعام هناك مثلاً اختيارات متنوعة ومتزايدة لمجموعة من المستهلكين غير متوافرة لآخرين هذا التنوع قد يقود إلى تناول كمية كبيرة أو قليلة من الطعام في وجبة واحدة أو في عدة وجبات والتحكم في كمية السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم العامل التالي الذي يؤدي إلى الاختلاف البشري هي البيئة تشمل البيئة في هذا السياف كل المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى تشكل المظاهر بحد ذاتها كالأمراض الحادة أو المزمنة أو الحالات العشوائية إضافة إلى ذلك هناك تأثير العوامل الكيميائية والفيزيائية والسلوكية وكنتيجة متوقعة سوف يكون لهذه المدخلات الجديدة تأثير فريد ونوعي على أشخاص معينين وستفرض بالتالي تغيرات هامة في نظامهم الغذائي أدت هذه الجوانب وغيرها إلى تبلور مفهوم التغذية الشخصية وهو مفهوم ليس جديد وتبقى لقرون عديدة لكن الجديد في الأمر هو إدخال نتائج أبحاث هذه الفروع العلمية بأسس تصنيع الغذاء والطعام فخيارات الطعام كانت مرتبطة دائما بالرغبات الشخصية والتجارب الفردية مراعية بذلك العادات المجتمعية والحالة الاقتصادية أما في هذه الأيام فقد بات الموضوع مختلفا فالطعام الموجود في الأسواق يسمح للمستهلك حسب معرفته وتوفر المنتج من الحصول على المكونات الأساسية لحميته الغذائية بما يتناسب مع موارثاته الشخصية وبالطبع سوف يؤدي ذلك إلى تقليص مشتريات الأفراد ونوعيتها بما يتناسب مع الحمية الغذائية المتبعة تختلف الاحتياجات الغذائية للإنسان تبعا لمرحلته العمرية وتتغير بدورها العلاقة مع النظام الغذائي ومتطلباته ففي سن البلوغ مثلا والانتقال إلى مرحلة الكتوبة الجنسية تحدث تغيرات هامة في الحالة الهرمونية مترافقة مع تغيرات فيزيائية واستقلابية وبالطبع تغيرات في الحاجات الغذائية والاستجابة لها أما الاختلافات الأخرى فقد تنتج من التأثيرات البيئية التي يمكن أن تكون خارجية المنشأ وعشوائية التأثير كالتعرض لأشعة الشمس أو للمواد السامة أو المثيرة للحساسية أو أن تكون تأثيرات داخلية المنشأ لها علاقة بنمط الحياة كممارسة التمارين الرياضية والنوم المنتظم وعدد الوجبات الغذائية إن الموارثات الغذائية وعلم الوراثة التغذوية أصبحوا الآن الأساس العلمية الذي يبنى عليه فهم الثباين البشري في الأولويات والمتطلبات الغذائية والاستجابة للنظام الغذائي المحدد لكن تحدد المنتجات الغذائية المتوافرة حالياً الرغبات الغذائية للمستهلكين على أساس التجربة العلمية والأراء الشخصية ولا تعتمد على هذين الفرعين من العلوم إن إشراك الموارثات الغذائية والوراثة التغذوية في تحديد الاحتياجات الغذائية للمستهلكين يحفز الحصول على المشورة الغذائية الشخصية للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض فلقد أصبح مصطلح التغذية الشخصية مفهوماً مرادفاً تماماً للطلب الشخصي مؤخراً وبفضل تقدم أسالي بمنع انتشار الأمراض ومعالجتها والزيادة الملحوظة في عمر الإنسان أصبح هناك الكثير من الأشخاص الذين يصلون إلى مرحلة الكهولة أو كبار السنس ومع زيادة عدد هؤلاء كان لابد من ملاحظة حالتهم الفريدة من ناحية الفيديولوجية والاستقلابية والميكروبية وبالتالي حاجتهم الفعلية لنظام غذائي نوعي أصبح الأفراد بشكل عام مهتمين بمعرفة مورثاتهم ليتزم من خلالها تحديد ما يناسبهم من أنظمة غذائية بعد دراسات متوالية بهذا المجال لا ننسى أن المورثات ليست الوحيدة صاحبة الشأن في هذا الموضوع فهناك عوامل حيوية أخرى كعمليات الاستقلاب وبناء البروتينات التي تلعب دوراً هاماً في انتقائية الأنظمة الغذائية وهنا نسأل هل ستتبع الحمية الغذائية التي اتبعها صديقك وأتت إلى خسارته لبدانته في وقت قياسي أم أنك ستسعى لمعرفة تركيبك الوراثي قبل تحمل عناء الحمية ذاتها في النهاية لا بد من القول أن علماء الوراثة يحاولون باستمرار تقديم المزيد من الأدلة الواضحة حول أسباب ملاءمة حمية غذائية لفرداً دون آخر تعتمد هذه الأدلة على دراسة كل من المورثات الغذائية وعلم الوراثة التغذوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر